بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الرابعة بعنوان التعوذ عند وقف القراءة ومعلوم لدينا أن القارئ قد يعرض له بعض الأمور الداخلية أو الخارجية فيتوقف عن القراءة وتصوير المسألة إذا وقف القارئ عند القراءة لأمر من الأمور ثم أراد العود فهل يتعوذ من جديد أم يقرأ بدون تعوذ أي يكفيه التعوذ السابق هذه المسألة فيها حالتان الحالة الأولى إن قطع القراءة لأمر يتعلق بالقراءة وذلك كتفسير آية أو شرح كلمة أو إعرابها أو توضيح حكم فقهي فيها أو أي أمر يتعلق بالقرآن ذاته فإن كان قطع القراءة لهذه الحالة أو لهذا الأمر مما يتعلق بالقرآن فهذا لا يعيد التعوذ مهما طال الفصل هذه تصوير الحالة الأولى أما الحالة الثانية فهي قطع القراءة لأمر لا يتعلق بالقراءة من الأمور الدنيوية أو الحياتية أو المعيشية ولو كان هذا القطع رداً لسلام من قبل إنسان دخل المسجد أو أتى إليه وسلم عليه فرد السلام فهذا يعيد التعوذ فهذا هو تصوير المسألة وينبغي تطبيقها والعمل بها والحمد لله رب العالمين